بشمهندس إحنا هننتج تكنولوجيا إزاي نقدر نحمل بيانات على مسألة حماية البيانات فإحنا عندنا حماية المفايدة على مستوى الأفراد وحماية البيانات على مستوى الدولة بالنسبة للدولة من فترة بسيطة أنشأ مرجس السحابة الحوسبية اللي هو كان نخسره البيوان وكان الغرض منه أن نقل كل برامج وتطبيقات الدولة من كل قطاع وزارة الحيدة إلى المركز ذوت طبعا المركز متأمن ضد قطاع كهرباء ضد الدربات العسكرية ويكون بتبادل بيانات مع مركز عقل الدولة المتواجد في العاصمة الإدارية فده الغرض كله حماية البيانات وحماية التطبيقات وحتى البوابات الرقمية اللي بيبدأ المواطن يتعامل ويحصل على الخدمات بالخلال لها بدأت بوده هي كمان تنطلق إلى هناك لما كل هذه التطبيقات انطلقت إلى مكان واحد بقى في نوع من التكامل أو الانتجريشن بقتين داتا بتتواصل مع بعضها وتطلع بقيمة مضافة على مستوى قطاع الدولة على مستوى الأفراد الحماية هي واجبة بنسبة 100% لأن أي تقصير ممكن نلاقي الشخص فجأة هو مؤرد لدائرة اتهام بسبب كلة معلومات أو عدم استماع على المعلومات الحديثة بزي ما يسموها up to date فإحنا دائما بننصح أن المزيد من استماع للمعلومات الجديدة مش هقول مثلا يعني احمل البصول أو غير البصول بس هقول اسمع للمعلومات الجديدة لأنه ده العنصر أن كل يوم في المجال بتاعنا فيه جديد يسمع المصدر اللي يسمع منه موسوط وسائل الإعلام والليزبيكر المتحدثين اللي بيطلعوا يتكلموا المجالات المتخصصة والبرامج المتخصصة دي أمسا بثلاث حاجات لتناسب المواطن المواطن الغير متخصص أن يسمع المعلومات دي ترجمة نانسي قنقر